السلام عليكم اللهم صلى على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم فيديو آخر من قناة خواطر فكرية وهذه المرة سنتحدث عن الضجة المفتعلة على يونس محمود في برنامج المجلس ضجة مفتعلة من دعاة الوهابية بخصوص كلمة ومثل دارج دائما ما يتكلم به العراقي والشارع العراقي جملة فرت خالد ابن الوليد قامت الدنيا ولم تقعد بخصوص هذا الموضوع سنقرأ ان شاء الله تعليقات او تغريدات نعم تغريدات الوهابية بهذا الخصوص قبل ان نستعرض هذه التعليقات وقبل ان اقرأ هذه التعليقات وقبل ان اعاقب على هذه التعليقات هقول شين هذا الفكرة الوهابي المنغلق يونس محمود ابعد ما يكون بانه يتكلم يتكلم بامور دينية في برنامج المجلس ابعد ما يكون ولن يتكلم بأمور تثير مشاعر الطرف الآخر لن يقوم بهذا الشيء وهو أصلا و أنا لا أريد أن يتكلم بهذا الكلام لكن هو أصلا ليس بشيعي حتى تقول عنه مجوسي وأيضا تقول عنه خنزير وتقول عنه طائفي وتقول 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 مثل عراقي دائما ما يتكلم به شارع العراقي بخصوص فرد خالد ابن الوليد شنو هالفكرة الوحابي المنغلق المتحجر حقيقة أنتم اليوم دائما لمن شخص يخرج قبل فترة سمعنا بباسم الكربلاي وقامت الدنيا أيضا ولم تقعد وأصحابه 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 يفهموا الموضوع عرفوا الموضوع يتركوا النواية أنتم ليس تدخلوا بالنواية ترى هذا شغل رب العالمين هذا شغل رب العالمين أنه تدخل بالنية هل هذا شخص يريد أن يسيه أو هذا شخص لا يريد أن يسيه هذا شخص يقول الطائفي الخنزير يونس محمود يتطاول على الصحابة خالد بن الوليد هذا الثاني يقول يونس محمود يحمل الجينات الفارسية وهذا الثالث يقول هذا النكرة يتطاول على من أذل الفرس والروم خالد بن الوليد لا حول ولا قوة إلا بالله على هذه العقول لا حول ولا قوة إلا بالله على هذه العقول تصوروا تصوروا أن هذه العقول تلزم أو يكون لها شئ عالمي وقرار دولي والله العلي العظيم سيقتلوا كل شخص يخالفهم لم يفهموا كلام يونس محمود ولم يفهموا ماذا أراد فقط اطردوا اطردوا سباب الصحابة مجوسي خنزير من هذا الكلام اللي حقيقة ما يبين أو يبين الفكر الظحل أو الفكر المنغلق من هؤلاء الدعاة بخطام الفيديو أقول أنا ليس بصادة للدفاع عن يونس محمود أبدا وأطلاقا من النهائين إنما هي كلمة حق يونس محمود لم يريد أن يسيء وليس بنية أن يسيء إلى خالد بن الوليد الصحابة الجليل عندكم هنيئ لكم بمن قتله المسلمين اشتركوا في القناة